انتقد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارات للقاهرة الدعم الدولي لبلاده ضد تنظيم داعش واصفا إياه بالبطيء مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عملية أعادة هيكلة جيش العراق ربما تستغرق ثلاث سنوات ميدانيا نجحت قوة الجيش في قتل عشرات المسلحين من تنظيم داعش خلال هجمات للمسلحين في منطقة السجارية بالأنبار فيما أفشلت لليوم الثاني على التوالي هجوما لعصابات داعش على منطقة بيجي بصلاح الدين على قدم وساغ تجري التحضيرات العسكرية المصحوبة بالهجمات الدقيقة على تنظيم داعش في العراق حيث قتلت القوات الأمنية المدعومة بالحجد الشعبي وأبناء العشائر عشرات الإرهابيين في محافظة الأنبار قوات الجيش تقدمت بشكل كبير في السجارية من خلال تنفيذ عمليات عسكرية متفرقة واستعادت السيطرة على مناطق عديدة في الأنبار تمهيدا لتحرير المحافظة بالكامل من داعش في موازات ذلك ووفقا لمعلومات استخباراتية كتف سلاح الجو العراقي قاراته على مقرات التنظيم في منطقة زنكورة شمالي غربي الرمادي وعلى جبهة أخرى أعلنت قيادة عمليات بغداد عن غيامها بعملية واسعة لتهرير منطقة النباعي والكسارات الواقعتين شمالي العاصمة في حين أحبطت قوة أمنية محاولة لتسلل عناصر داعش إلى منطقة المالحة جنوب غضاء بيجي في المقابل استشهد 16 مقاتل من عناصر العجد الشعبي بهجوم انتحاري بسيارة مفخخة يقودها رهابيون تابعون لداعش في ناحية العباسية جنوب مدينة تكريت سياسيا وفي ثاني أيام زيارته القاهرة قال رئيس الوزراء حيدر العبادي أن الدعم الذي يقدمه التحالف الدولي للجيش العراقي في حربه ضد تنظيم داعش بطيء جدا ولكنه بدأ في التسارع خلال الأسبوعين الأخيرين داعيا إلى مزيد من التسارع في وثيرة الدعم المقدم واكد العبادي أن مصر أبدت استعدادها للتعاون العسكري في مجال التدريب وإمداد جيش بلاده بأنواع معينة من الدخائر تتوافق مع عقيدة العسكرية العراقية الشبيهة لمصر